بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد مرحبا بكم في قناة الأستاذ حيقون أسامة لمادة الأدب العربي في ابتداء من اليوم إن شاء الله سوف أقوم بنشر فيديوهين في الأسبوع يعني كل أسبوع سنطلع زوج فيديوهات قبل أن أنطلق إن شاء الله أطلب منكم في التعليقات يعني صراحة تعليقاتكم تحفزني كثيرا أطلب منكم تقييم يعني هل طريقة اللي نخدم بها هي هذه الجديدة أفضل أم طريقة صبورة أفضل يعني إذا حسيت روحكم فهمتوا في هذا الفيديو بشكل أفضل رح نكملوا بهذه الطريقة أما إذا حسيت روحكم تفهموا في صبورة بشكل أفضل أعودوا إلى الصبورة إن شاء الله ابتداء منها اليوم هذا الفيديو خاص بالعلميين وخاص بالأدبيين خاص بجميع الشعب معناها العلميين كيف نقول لكم هذا الفيديو رأي لكم ما كلا تعودوا تسقصوني في تعليقات هذا الفيديو للعلميين والأدبيين يعني مباشرة معروف جدا أن هذا الفيديو أعلميين طبعا إن شاء الله هذا هو الدرس الأول اللهم افتح بخير واختم بخير وأنت خير الفاتحين الدرس اليوم هو درس إذا إذ حينئذ وإذن الجزء الأول هذا الدرس قسمته إلى قسمين يعني أنني قسمته إلى قسمين الحديوهم تعرفوا على إذ عفوا على إذا لأن إذا مهمة جدا لأن فيها دلالات فيها إعرابات فيها أمور تدخل في نمط النص تدخل في كثير من الأفكار أما ماتا يتبقى معنا إذ وحينئذ وإذن نديرهم مباشرة في الجزء الثاني لأنها ليس لها يعني ما عندهاش كثير من الأشياء نبدأ على بركة الله أولا إذا ما هو السؤال اللي يجعلها في الباك كيفاش إذا يعني تأتي في الباكاروريا كيف يأتي سؤالها في امتحان الباكاروريا إذا يطرح عليها سؤالان سؤالان بين دلالة إذا عفوا بين دلالة إذا ثم أعرب ما تحته سطر في النص أي بين دلالتها ثم أعربها معنىها لازم تبين دلالتها ولازم تعربها لاحظ معي شوفوا هذا السؤال بالباكاروريا 2012 تكررت إذا في النص بمعنيين مختلفين بين معنى وإعراب كل منهما هذا السؤال في هذه الباكاروريا جاءوا فيه يعني هذا السؤالان جاءوا مع بعضهم المفروض يجي يقول لك مرة اعرب مرة بين دلالة ولكن هذه مرة حالة سنائية جاءوا مع بعضهم ونروحوا له الباكاروريا نشوفوها هاي الباكاروريا اللي هي باكاروريا شعبات العلم الجريبية هاو السؤال تكررت إذا في النص بمعنيين مختلفين بين معنى وإعراب كل منهما شوفوا معي وإذا تأمن أغلب آيات الفن فإننا نجد موضوعاتها منقولة إلى غير ذلك وإذا الثانية ها هي وراها أين هي ها وراها أن تعالج الموضوع الذي كاد يبلى بين أصابع السابقين فإذا هو سطر الرابع واعثني ثلاثة ربعة فإذا هو يعني يضيء بين يديك إذن إذا يطرح عليها سؤالين شفتوا صيغة على سؤالتها تكررت معنى راح تعربها ولا تبين معناها أو دلالتها طبعا إذا لها عدة دلالات كي نقول لك عندها عدة دلالات معنى عندها عدة إعرابات معنى إذا عدها ثلاث دلالات راح نكونوا عندها ثلاث إعرابات بالضرورة عندها دلالة الشرطية الضرفية عندها دلالة الفجائية وعندها دلالة التفسيرية ساقسيني تقول لي يا أستاذ ما معنى هذه الدلالة الدلالة يا بني هي المعنى ونحن نقولوا لا يمكنني أن يكونوا ولكن الخدمة وشاني هل عندها معنى الفجاءة هل عندها معنى الشرط وشاني خدمتها وشاني خدمتها ماذا عملت في النص ماذا عملت وش دارت هل أثرت أم فهمتوا كيف أثرت على المعنى الآن لو لا لا الدلالة لازم تجاوب هذي هكشوفوا كلمة هذي في المربع لازم تجاوب بهذا الشكل تقول بأن الدلالتها الشرطية الضرفية ومبعدها إعرابها شيء آخر المهم أنت يا الدلالة تحط هذه الكلمة اللي مكتوبة هنا راك معايا مكش مهلا إذن دلالتها راح تحط لي هذه الكلمة كما راها الشرطية الضرفية هم كلمتين عفوا دلالتها هنا الفجائية فهمتوا الكاية وبتالي لازم تحط هذه الكلمة لازم ضروري جدا أنك تحط هذه الكلمة هذه الكلمة هي التي تجيب بها على السؤال فهمتوني ننتقل إلى فكرة موهنية نبدأ ونشرح فيهم كيف أفرق بينها كيف أفرق بينها يا أستاذ فنفرق بينها لأن إذا راح تجيك في النص كما رأينا سابقا شوف هنا قال لك شوف سطر الرابعة أن تعالج الموضوع الذي كاد يبل بين أصابع السابقين فإذا هو يضيء بين يديك إذا جاءت عادي هنا صح لاعظ هنا وإذا تأمن أغلب آيات الفن فإننا نجد موضوعاتها منقولة عن موضوعات سابقة عادي وهنا فإذا عرجنا على الأدب العربي بمعنى ماذا بمعنى أن إذا لازم تفهم القاعدة أنت حابة تقدر تفرق بيناتهم نعود إلى القاعدة إلى الشرطية الظرفية باش نعرفها بل الشرطية الظرفية يجب أن تدخل على على جملتين معناها لازم تدخل على جملتين ضروري جدا لاحظ معي إذا درست هذه الجملة الأولى رهت درست يا بني كل ما تلقى فعل جديد ره جملة جديدة القاعدة تقول بأن كل فعل ره جملة مش كل فعل ره جملة ولكن كل ما تلقى فعل جديد ره جملة جديدة هذه جملة الأولى رغم واحد نجحت الجملة الثانية رغم واحد رغم اثنين إذا درست نجحت بمعنى أن هذه الجملة تستلزم هذه الجملة وكتنجح متى تنجح إلا إذا درست هذه الجملة ماذا نسميها نسميها جملة الشرط هذه درست هذه السملة ماذا نسميها جملة جواب الشر جملة درست هي جملة سبب جملة نجحت هي جملة النتيجة وبالتالي الشرطية الظرفية احذر أنك تقول شرطية وحدها وإحذر أنك تقول ضرفية وحدها لازم تقولهم على بعضهم شرطية وظرفية لأنك إذا قلت ضرفية وحدها ركاين إذا الظرفية هذه ما تقرأوها ولكن إذا الظرفية موجودة بمعنى ماذا بمعنى أنها قادرة تعود ما فيها الشرط كما يقول لله تعالى إذا الشمس وقويرات صورة مدان التكوير يعني ما هي الشرطية الفجائية الفجائية تفيد الفجأة والمباجأة مش معنى تفيد الفجأة والمباجأة ما معنى تفيد الفجأة والمباجأة معناها هي تدخل في وسط الكلام لتغير مجرعة معنى تمشي عادي تمشي عادي فاضح عنصر مفاجئ مثلا خرجت صباحا جيت نخرج الصباح فائدة المطر معناها فجأة يعني انهمر المطر هذا ما هو الشرق كنت جيت لاحظ هنا لو لاحظت هنا لأنك لو كانت تقول هذا لا شرق هو خطأ عليا خطأ لأنه المطر لا ينهمر من أجلك حقا نقبين قلنا نجحت لازم لها الدراسة والمطر مش لازمو انت نقوليش لازمو انبه هي تصب المطر من أنت نقدر نعودها أيضا بفجأة خرجت صباحا فجأة المطر دخلت متأخرا إلى المنزل فجأة الوالد عند الباب يعني فاجأني يعني تغير مصر الكلام كنت خارج عادي فإذا المطر أما الثالثة وهي التفسيرية والتفسيرية يعني يسبقها فعل مزيد وتفسر جملة قبلها معنى هي تأتي لتفسر جملة تسبقها تفسر جملة قبلها على سبيل المثال خارج قبلها كيفاش نتعرف عليها يجي قدامها فعل مزيد هذه ماذا قلنا عليها قبل قلنا تدخل على جملتين جملة شرط و جملة جواب شرط هذه ماذا قلنا عليها قلنا تفيد معنى الفجأة إضافة إلى أنها هذه تتصل بالفا هذه تتصل بالفا راكم تشوفوا في هذه الفا لازم الفجأية تكون فيها الفا بصع الشرطية ثانية قادر يكون فيها قادر ما يكونش لها ولكن الفجأية لازم يكون فيها الفا هذه التفسيرية يجب أن يسبقها فعل المزيد فعل المزيد شنه هو أستاذ خرج فعله المزيد استخرج نزيد للإست خضر فعله المزيد استحضر دارك فعله المزيد استدرك بمعنى يجب أن يسبقها فعل المزيد ها شوف معايا استفسرتك شفف فعل المزيد أو في إست استفسرتك إذا طلبت التوضيح بمعنى أي طلبت التوضيح ها شوف معي استفسرتك أي طلبت التوضيح تلاحظ هنا أن يعني أنك تطلب التوضيح فهمت الحكاية ويمكن أن نعوضها بأي استفسرتك أي طلبت التوضيح أي طلبت التوضيح إذن الحوصلة إذا تنقسم إلى ثلاث دلالات شرطية ظرفية فجائية تفسيرية الشرطية تدخل على جملتين جملة شرط وجملة جواب شرط تفسيرية يسبقها فعل مزيد بإست الفجائية تفيد معنى الفجأة وتتصل بالفاء ويعني تأتي في وسط الكلام نروح الإعراب ننتقل إلى الخطوة المهلية وهي خطوة الإعراب والإعراب مهم جدا أولا الشرطية ظرفية لاحظوا معاها إعرابها شرطية ظرفية مبنية على السكون فيما حنص مفعل فيه وهو عفن ولها إلي بسم الله الرحمن الرحيم وهو استغفر الله وهو مضافي إذن هذا رقم واحد هذا رقم اثنين هذا رقم ثلاثة وهذا رقم ربعة إذن في إعراب إذا الشرطية نمر على ثلاثة على أربعة مراعي واحد اثنين ثلاثة ربعة ضرق الإعراب هذا من نجا شرطية ظرفية شرطية لأنها تفيد ماذا؟ تفيد معنى الشرط وظرفية علاه لأنها ظرف زمان مثلا إذا اجتهدت نجحت إذا هذه رقم بمعنى حين حين تجتهد تنجح مبنية على السكون لأنها مبنية على السكون إذا سكون فوق الأليف فيما حناس مفعول فيه لأنها تعرب ضرف زمان وهو مضاف الجملة البعدة هنا تعرب مضافي إليه معنى تذكرك الإعراب هذا فاهم أعلى هنعرفه هكذا شرطية لأنها تفيد معنى الشرط فيها جملة شرط شرط ضرفية لأنها بمعنى حين إذا تجتهد تنجح حين تجتهد تنجح مبنية على السكون لأنه فيها السكون فيما حنص مفعول فيها لأنها ظرف زمان والظرف الزمان يعرب مفعولا فيه والجملة التي بعدها تعرب مضافا إليه نلاحظ معي إعراب ما بعدها إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر راح ننفصل في هذا الإعراب إذا ما إعرابها تقول لي أستاذ شرطية ظرفية مبنية على السكون فيما حنص مفعول فيه ومضاف إذا عندها حالة استثنائية اسم لي بعدها نعربه إعراب خاص ركز معي مليح الإسم اللسيق في إذا لازم يكون لاصق فيها وإن يديروا بالأحمر وش نعربه نعربه فاعل لفعل محذوف وجوبا مرفوع وعلامة ورفعه الضم فاعل لفعل محذوف سقصيني تقول لي يا أستاذ هل هذه الجملة الآن من الشعب حتى أراد الحياة هل هذه جملة اسمية أم فعلية نقول لك يا أبوني هذه الجملة جملة فعلية تقول يا أستاذ ولكنها بدأت بإسم أولا كان قاعدتين لازم تفهم بأن إذا الشرطية تدخل على الجملة الفعلية فقط مختصة بالجملة الفعلية لا تدخل على الجملة الإسمية إضافة إلى أن الفعل محذوف رأي من المفروضة هنا فيها أراني ورأي حاط النقطة هذه هناك الفعل وبالتالي فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره ولا عفوا مرفوع وعلامة ورفعه الضم الظاهرة على آخره إعراب الجملة الجملة هذه هلكم شوفوا الجملة هذه من الشعب حتى الحياة هذه جملة الشرط أتذكرون ذلك بيسميناها جملة شرط جملة شرط شو نعربها؟ نعربها مضاف إليه جملة فعلية في محل جر مضاف إليه علينا نعربها جملة فعلية في محل جر مضاف إليه؟ لأنك قبل وجه قلت لي قلت يا أستاذ في عراب إذا وهو مضاف إذن الجملة لي بعده مضاف إليه ولكن عندك تغلط تقول لي بللي الشعب هذا هو المضاف إليه نقولك على مضاف إليه أنه مضاف لا هذا الشعب رفاعل الجملة الثانية هذه وش نعربها نعربها جملة جواب شرط غير جازم لا محل لهم العراب متفاهمين إذا الشرطية عندها أربعة إعرابات عندنا إذا نعربها في حد ذاتها أو الإسم اللي بعدها أو الجملة أو الجملة متفاهمين ندروا أمثيلة مثال اثنين إذا السعادة لاحظت كعيونها نم بمعنى أرقض فالمخاطر كلهن أمان إذا كانت ليا ميامك أرقض إذا وش نعربها شرطية ظرفية مبنية على السكون في محنص مفعول فيه وهو مضافة عندك تغلط لي نبدي لي مفعول به تنسى هذا الاسم وش نعربه تذكر هذا الاسم وش قلناك بأن نعربه هذا الاسم نعريبه فاعلا لفعل محذوف مرفوع لم ترفعه الضم جيد فاعل لفعل محذوف وجوبا مرفوع لم ترفعه الضم الجملة هذه وش نعربها من السعادة هل هي جملة اسمية أم فعلية تقول لي أستاذ جملة اسمية خطأ ما هي جملة اسمية وش قلناك بيل ألم نقول قبل قليل بأن إذا تختص بالجملة الفعلية واحدة ألم نقول قبل قليل بأن هذا ره فاعل وكان فعل محذوف هنا وبالتالي جملة فعلية حتى وراها بادي الاسم فهي جملة فعلية هذه الجملة وش عربناها تقول لي أستاذ جملة فعلية في محاجر مضاف إليه نقول لك إلا عربتها في محاجر مضاف إليه تقول لي يا أستاذ لأن إذا وهو مضاف الجملة هذه يدرك نم جملة جواب شرط غير جاز وهذه فالمخاطر كلهم أمان هذه جملة واحدة آخرى جملة أخرى جملة معطوفة والله جملة استئنافية نتاكد تشوف هنا نم أرقد هذه هذا فعل والفعل وجلنا عليه قبيل جملة نجد مثال آخر إذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل الفيت بمعنى وجدت كل تميمة لا تنفع الناس قديما كانوا يزيد مزيود وهذه موجودة عدنا إلى اليوم نحن في الجنوب يديروا له الحرز يعني يديروا له آيات قرآنية تحت رأسه قال لك إذا الموت حضرت جاءت الموت لا ينفعك لا حرز ولا شيء آخر إذا المنية أنشبت أظفارها إذا إذا وش نعربها نعربها شرطية ضرفية مبنية على السكون في محنص مفعول فيه ومضاف اسم هذا وش نعربها ذكروني فاعل لفعل محذوف الجملة هذه فعلية ولا اسمية تقول لي أستاذ اسمية لا خطأ إذن هي جملة فعلية على جملة فعلية تقول يا أستاذ استنادا إلى القاعدتين قاعدة الأولى أن إذا الشرطية تختص بالجملة الفعلية القاعدة رقم اثنين أن هذا الفاعل فعله محذوف إذن هذه الجملة فعلية في محل جر مضاف إليه الجملة الثانية الفيت كل تميمة لا تنفعه جملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب لا محل لها من الإعراب إذن الحوصلة صحران ناسين وحد السؤال لازم ما تنسوه ليش هذا ذكرنا في سؤال الإعراب السؤال الدلالة هو شرطية ضرفية جميل جداً ثانياً الفجائية نعربها فجائية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب ما عندها حتى حاجة فجائية مبنية على السكون فجائية لأنها تفيد الفجأة ومبنية على السكون لأنها مبنية على السكون عادي يعني ما كي نقول إعراب ما بعدها قال الله تعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى فإذا خزر هنا شفوا رأي ذوين جات جات مقتلنة بالفا جات في وسط الكلام وأضافت عنصر فجأة فألقاها فتفاجأوا أنها أصبحت حية يعني تفاجأ الناس فجأة هي حية تسعى فجائية وش نعرفوها؟ فجائية مبنية على السكون لا محل لها نعرف الاسم اللي بعدها وش نعرفوه؟ ضمير رفع منفصل في محر رفع ممتدى فهذه المرة برك ره جانا ضمير بس عرقات رجينا اسم عادي وش نعرفوه نعرفوه ممتدى؟ آآ جميل جدا ملا يا أستاذ راني فهمت حاجة ما هي هذه أن إذا الشرطية تختص بالجمل الفعلية وإذا الفجائية تختص بالجمل الإسمية الله بارك ممتاز معناها إذا ره مختصة بالجمل الإسمية إذا الفجائية الجملة اللي بعد هنعرفوها جملة استئنافية لا محل لها من العرب استئنافية لأنها استئناف لكلام جديد ها شوف معي مثال اثنين خرجت فإذا المطار ينهامر هاو مكانش ضميرا إذا وش نعرفوها؟ تقولي فجائية مبنية على السكون لا محل لها من العرب المطر هذي وش نعرفوها؟ هنعرفوها ضميرا؟ نقولي أستاذ نعرفوها فاعل فلذا صحيح لا خطأ ألم نقول قبل قليل بأن إذا الشرطية هي التي تختص بالجمل الفعلية أما إذا الفجائية تختص بالجمل الإسمية وبالتالي هنا هذا ره مبتدأ لأن الجمل الإسمية تبدأ بيه مبتدأ مرفوع على مطرفعه الضم هذه الجملة ذرك إذا جملة استئنافية لا محل لها من العرب نزيد مثل آخر قال تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين شوف معي فجائية مبنية على السكون لا محل من العرب لأن هي هي وش نعرفوها؟ تقولي أستاذ مبتدأ بصح لازم نقول لها ضمير هو مبتدأ لبنى بلي مبتدأ ولكن نبين نوعه قال هذا وشنه؟ قال هذا اسم موصول في محرف ممتدأ قال هذا اسم إشارة في محرف ممتدأ قال هذا اسم ضمير في محرف ممتدأ ولكن كي يوجد عندنا اسم عادي طول نقوله ممتدأ ولكن هنا بمأنه مش اسم عادي هو اسم مش مش اسم ولكن اسم غير عادي هو ضمير لازم نقولوا عليها ضمير رفع في محرف ممتدأ ضمير في محرف ممتدأ الجملة الآن جملة استئنافية لا محلة لها منها الإعراب إذا التفسيرية نروح لإذا التفسيرية اعرابها تفسيرية مبنية على السكون لا محل لها من العراب. معنا لا شيء يعني لا جديد في هذا تفسيرية مبنية على السكون لا محل لها من العراب. يعراب ما بعدها ماذا نعرب استعطفت والدي إذا طلبت عطفه. تذكر شك تشوف هنا. تقول لي أستاذ هننشوف است. ها است اللي قبل قليناها. أليس كذلك. سنديلك هذه الحية هذه. باش تفهم الحكاية مليح. هنا ماذا تلاحظ. هل تلاحظ است هنا. نقول لي نعم يا أستاذ أنا ولاحظ است. وبالتالي استعطفت والدي أي طالبت عطفه. ركز معي. استعطفت والدي أي طالبت عطفه. لاحظ معي. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� الشرطية نعرفها لا محل لمحراب جملة جواب شرط الجملة اللي جبعت اذا الفجائية نعرفها استئنافيا الجملة اللي جmeye بعد اذا التفسية نعرفها جملة تفسيري جميل جدا هذا يضخن دил الحوصة ليه إذن الحوصة الانهائية رح ندر مقارنة بينات زرنا terceبغ نفهمه اذا الشرطية الظرفية هذه الدلالة هذا الاخت these دلالة إذا الشرطية الظرفية هذي الدلالة هي اجمعها دلالتها الشرطية الظرفية نأشر فيها ساننديكم هذيك الحمراء هذي ولا ما الشرطية الظرفية هاي وراه اعرابها شرطية ظرفية مبنية على السكون في محل نص مفعول فيه هاني ناسي حاجة وش حاجة هاني ناسيها نقول لأستاذ ناسي وهو مضاف احسن جيد الاسم لي بعدها وش نعربوه لرقم شافيين فاعل لفعل محذوف وجوبا تشفى اول هو الجملة الاولى وش نعربوها جملة فعلية في محل جر مضاف اليه الجملة الثانية الجملة اللي لازقفة اذا طبعا هل لازم جي بعدها الجملة الثانية وش نعربوها تقول لي استاذ جملة جوب شرط لا محل لها من العراب هيا روح نزيد وشوفوا ذركا اذا الف جاي دلالتها الف جاء مش كما ذيك دلالتها شفنا دلالتها دلالة تاحا شرطية ظرفية اما هذه دلالتها ماذا الف جاء اعرابها فجائية مبنية على السكون لا محل لها من العراب اسم لي بعدها وش نعربوه مبتدأ مرفوع علاها اعربنا مبتدأ تقول يا استاذ استنادا للقاعدة اللي تقول بأنه إذا الفجائية تختص بالجملة الإسمية وهذه إذا الشرطية تختص بالجملة الفعلية معنى حتى ونلقوا جملة تبدأ باسم رها رها فعلية وراها ذاك فعل الاسم بعدها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعية ضم الظاهر على آخره الجملة بعدها جملة السئنافية لا محلم نرى نروحوا للتفسيرية إذا التفسيرية دلالتها تفسيرية إعرابها تفسيرية مبنية على السكون لا محلم تلاحظ هنا أنا بدنا نقل كلمة تفسيرية درناها فجائية فجائية درنا نتفسيرية الجملة اللي بعدها جملة تفسيرية لها محل لها بالعرب إذن هذه الحوصلة اللي لازم تصور لها لكي تفهم بأنها هذه الاسمو ماذا بيتهبط الدرس عندكم ما تنسوا ليش واحدة الحاجة لازم كما تديروا لي تقييم قال يا أستاذ هذه الطريقة جزي أم جميلة أم نعود إلى طريقة الصبورة متفهمين خطرك شان هذه الطريقة صراحة يعني تختصر الوقت كثيرا ولكن ولكن كش قول أنا صراحة أنا من قلبش عليكم أنا شوية ناقص في الأمور تعالى الإعلام آلي وكذا يعني باش خدمت هذا الفيديو أتعبني ولكن من أجلكم لا يشق عليكم إن شاء الله إذا عجبتكم هذه الطريقة وكانت أفضل من الصبورة فقط قولوا لي قولوا لي يا أستاذ طريقة رائعة يعني ما يشقاب الحسنة ولا باز بها طريقة رائعة غير ذلك فلا تمنى لكم التوفيق اللهم سبحان ربك ربي العزة عما ينصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته